يقدم نادي الأسرة بموقف كاركر الدولي في أسوان كافة خدمات الدعم النفسي للأطفال نادي كاركر يمتلئ بالحكايات والقصص التي يرويها الأشقاء السودانيين من خلال الرسومات وبعض الأنشطة من منظمة اليونسايف كلمات طفلة صغيرة حصرتها أصوات الرصاص الذي اخترق قلبها وأحلامها معا رعب وقلق يملئان قلبها وأحلام يسرقها صوت الرصاص ذاته لترسم بأدواتها البسيطة أحلاما كانت تروى ببراءتها وتلون بتفولتها الجدران بنادي الأسرة في وادي كاركر بأسوان لتروي يوما في الكبر رحلتها من وطن لم ترضى يوما كمثل قرنائها أن يدمر لوطن لم يبخل يوما عن احتضان من يلجأ إليه طوعا أو كرها كنا بنسمع أصوات الرصاص كتيرة وكان فيه فيه في الجزء الثاني مننا كان فيه فيه دخن كتير قوي فيه فيه دخن كتير وفيه حاجات زي الحريق كده كنا بنشوفهم دايما كل مرة بتزيد زيادة كل مرة بتزيد وبنسمع أصوات الرصاص ورغم قضاء الاشتباكات في السودان على بعض الذكريات البسيطة لهؤلاء الأطفال إلا أن منظمة اليونسيف استطاعت وبالتعاون مع الحكومة المصرية التي تحمل على عاتقها حمايتهم أن تجمع الفرقاء لتبعث بشعاع أمل وفرحة وتخلق حالة رقص فيها قلب هذه الطفلة الصغيرة وعادت الابتسامات بألوانها المختلفة على وجوه بريئة لدعمهم نفسيا في تخطي مصاعب الأحداث التي عاشوها في السودان أما هذه الجدران احتضنت الكثير من الأحلام لعل أهمها وأولها وقف الاشتباكات ليعودوا إلى تلك المنازل التي رسموها بحبر على ورق على أمل أن توثق بإشارة العودة مع الأهل والأصدقاء إلى السودان الآمن والله النادي ما شاء الله يعني ما مقصر من ناحية أنه يدعم الأطفال نفسيا لأنه كانوا بالجد يعني نفسياتهم في السباينة تعبانة يلا بيجوا هنا بقوموا برفيه الحاجة الأجوام دي بطلعها في رصم في هنا في كلا يعني حسينا في فريق يعني في فريق كبير في الأول وبعد ما دخلوا النادي ستظل هذه القدران شاهدة على مدى قوة العلاقة والمحبة بين دول القوار وأن مصر لن تخذل أشقاءها فهذا قلمهم الذي كتب من السودان شكرا مصر استطاعت هذه المساحة الآمنة أن تعيد للأطفال السودانيين براءتهم مساحة كتبت لأحلامهم البقاء وسطرت لمستقبلهم صفحة جديدة بعد أن كادت تغلقها الطلقات التي روعت أمنهم وسكينتهم إلا أنهم بعد وصولهم لأرض مصرية يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر